أهاب رئيس مجلس نواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالمجتمع الدولي ضرورة الضغط الجاد والفعال وصولا للوقف الفوري لإطلاق نار وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان الفلسطينيين في غزة وجه رئيس مجلس نواب رسالة إلى الأطراف الدولية ذات المعايير المزدوجة مؤكدا أن دعمها للأفكار الهدامة التي تقف حائلا أمام مساري وقف نزيف الدماء الحادث حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني مشاركتها في تحمل مسئولية ما يرتكب من انتهاكات وجرائم ضد الفلسطينيين ويهيب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي ضرورة الضغط الجاد والفعال وصولا للوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان الفلسطينيين في غزة بما يضمن استعادة الضرورات الأساسية للحياة ومجلس النواب المصري إذ يهمس في أذن الأطراف الدولية ذات المعايير المزدوجة التي تبدي في العلم أنها نصيرة لحقوق الإنسان ومع ذلك تدعم دولة الاحتلال في أفعاله المشينة تجاه الشعب الفلسطيني أن دعمها للأفكار الهدامة التي تقف حائلاً أمام مسار وقف نزيف الدماء الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني مشاركتها في تحمل مسؤولية ما يرتكب من انتهاكات وجرائم ضد الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر